رحبا حضراتكم مرة تانية ولكل المتابع لما يحدث من جهود حقيقة تحصل من الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأغضر تحديدا لأن من المفترض أن خلال سنتين يتم تخصيص 50% من الخطة الاستثمارية للمشروعات صديقة البيئة للمشروعات الخضراء وده بحلول العام المالي 2024-2025 إيه أهمية الكلام ده وإزاي هينعكس على الناتج القومي المصري تحديدا ده اللي هنعرفه من ضفنا الأستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا سوزهاني صباح خير يا أهلا سوزهاني أهلا سوزهاني سوزهاني مش هبدأ مع حضرتك وأقولك يعني مشروعات خضراء ويعني مشروعات صديقة للبيئة لأننا أعتقد إحنا بقالنا دلوقتي أكتر من شهرين ثلاثة بنتكلم على ذلك لكن هبدأ من النهاية من اللي بيحصل في أرض مدينة السلام في شرم الشيخ بتتبع زي المؤتمر بتتبع زي انعكساته على الاقتصاد الأغضر تحديدا وإزاي هينعكس على المواطن طيب مشروعات دي طبعا احنا مش بنتكلم على هذا الرقم أن كله هيدخل مصر للنجزء كبير من هذه المشروعات هيبقى مكون أجنبي صحيح هيدخل لمقاولين أجانب وخلافه ولكن المشروعات دي أنا في أعتقادي هتحول منطقة شمال وغرب قناة السويس اللي هو المشروع اللي احنا دايما كنا بنحلم به إلى منطقة لوجستية كمبدائيا أنها تبتدي تصدر الطاقة وتصدر كمان الأمونيا لأوروبا فهتعيد أو هتحيي هذه المنطقة كمنطقة استثمارية على خارطة العالم احنا بس عاوزين نتكلم كمان قبل كده لو تسمح لي مش عبطاقة الخضراء ولكن على منطقة شمال وغرب قناة السويس حضراك عارف أن قناة السويس هيعتبر من أحد أهم مورات المائية في العالم صحيح بس عشان نحط رقمين مهمين للناس هم قناة السويس بيمر من خلالها 12% من التجارة العالمية 12% دا رقم كبير ولكن لو قلنا بس تجارة الكونتينر الحويات فهي 30% فاحنا بنتكلم على ممر مائي عالمي ممر المائي دا مشكلته تاريخيا إن احنا كنا بنستغله كممر فقط ومصدر للجباية الضربية فقط أو رسوم القناة فقط صحيح سنة اللي فاتت جاب لنا 7 مليار دولار وده رقم ضخم لكن عمرنا مطورنا إلى منطقة لو جيستية أو منطقة تصنيع بالمفهوم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي فهذه المشاريع اللي بنكلم عليها لل 83 مليار دولار معظمها هتم في هذه المنطقة اللي هي بتبدأ جنوبا من ميناء العين السخنة وميناء الأدبية حتى شمالا عن بحر المتوسط ميناء شرق التفريع في بورسعيد وميناء غرب بورسعيد القديم وجهزت البنية التحتية للمنطقة دي خلال السنوات الماضية فكان في نظرة مستقبلية أكيد جدا أكيد لأن المنطقة لو حضرتك بقى تبص كمان للخريطة الأوسع لعاصمة الإدارية احنا بنتكلم بقى مطار القاهرة 100 كم العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي تفصل بين مطار القاهرة إلى ميناء العين السخنة فدي منطقة مفروض اقتصادية ومنها من ميناء العين السخنة شمالا إلى بورسعيد هي المنطقة اللي هتم فيها هذه المشروعات فحنا بنتكلم على كل شرق القاهرة يعتبر هو مستقبل مصر الاقتصادي لكن هل نتكلم على المشاريع اللي نتكلم عليها حاليا في البيئة بالذات فحنا بنتكلم على عدة أنواع من المشاريع أولا هذه المنطقة تتمتع بطاقة الشمسية وطاقة الرياح حضرتك عشان تعمل مشروع مثلا طاقة رياح محتاج مساحة أرض واسعة جدا ومحتاج سرعة رياح لا تقل عن 15 كم في الساعة وهذه المنطقة تتمتع بالمميزات دي الشمس في مصر عندنا تقريبا تلتل سنة شمس والناس الحمد لله مستمتعة بيها تماما بس فعلا دي ميزة وقول لحضرك حاكمين الزجاج اللي هو بنعمل منه الألواح الشمسية مصر عندها مغزون ضخم السيليكا مغزون ضخم جدا من رمال البيضاء فعرف تحس ان مصر ربنا حباها انها تكون المنطقة التي تقام فيها هذه المشاريع مين بقى اللي هستغل هذه المشاريع؟ القارة العجوز قارة أوروبا فمصر هتصبح مركز لإنتاج أولا الطاقة وممكن تصدرها ولكن هذه الطاقة في المشاريع التي تم الموافق عليها مش هتصدر دايريكت ولكنها هتخدم على مشروعات إنتاج ما يسمى بالأمونيا الخضراء طب الأمونيا دي بتستخدم فيه؟ الأمونيا دي بيستخدم منها؟ في اليوريا اليوريا اللي هو السماد الرئيسي المستخدم في الزراعة على مستوى العالم دلوقتي عدتلي كذا بشكل من الأشكال اللي هنستخدم فيها مع التعامل مع الوضع الجغرافي أو الموقع الجغرافي بتاعنا واستخدام مواردنا يعني احنا نتكلم ان احنا عندنا قناة سويس كنا نتعامل معها بشكل الوضع يختلف تماما ان احنا هنخليها المنطقة اللوجستية مش بس هنتعامل معها كده هنستخدمها في الفترة القادمة ان احنا هنبقى مش بس المصدر للطاقة لا احنا هنبقى المسار لحركة الطاقة والطريق اللي بيوصل من خلاله الطاقة بين أوروبا وبين أفريقيا أو الوصل ما بينهم ده هيتم من خلال مصر بين مصر والدول العربية ده برضه هيتم من خلال مصر في قناة السويس فاحنا هنبقى نقطة السنتر أو نقطة الالتقاء اللي هيحصل فيها محور بالظبط لما نعمل الكلام ده كله هيفرق معانا كمان في قصة التوظيف هيفرق معانا في قصة إعادة التوطين والتسكين من جديد في أماكن مختلفة ونخرج بقى من الدلتة والزنقة والزحمة ونوسع الأمور علينا احنا منتكلم في ان كل ده ممكن ينعكس علينا اقصاديا في الاقصاد الأخضر خلال فترة قليلة جدا متخيلين احنا ممكن نعمل ده خلال قد ايه واقعيا عشر سنوات بس عاوز اقول لحضرتك حاجة ان فيه مشروعات قريدي ابتدت يعني دي حاجة الميزة قريدي فيه مشروع مثلا في العين السخنة بدأ في تصنيع الأمونيا الخضراء بالفعل احنا بدأنا بالفعل في الانتاج وجاري دلوقتي ان احنا هنبتدى نصدر لأوروبا فالناس ممكن تقول هذه المشروعات مشروعات مذكرات تفاهم لا فيه مشروع قريدي خلص في العين السخنة وهيحصل منه تصدير للأمونيا فاحنا منتكلم على مشروعات اعتقادي في اعتقادي تبقى ضخمة بفلوش كتير طبعا انا منتكلم على حجم المشروعات اللي توقع عليها مبارح 83 مليار دولار بس على 12 سنة وبرضو لازم نرجع ونعيد مش كل الفلوس دي هتدخل مصر لكنها نواة لما سوف تترتب عليه مشروعات أخرى صحيح حتى لو دخل فأنا عاوز أقول هنا على حاجة بس فكرة العشر سنوات اللي حياتك قلتها برضو يمكن المشاهد يتخض كده رقم ولكن هو رقم في عمر الاقتصاد مش كبير ولا حاجة بس أنا في اعتقادي الشخصي اللي هي مش هتوصل لعشر سنوات لأن انت عارف دايما السيد رئيسي يقول لك ما عندناش وقت نضيعه لأ أنا بعيد فهيتم الضغط والعشر دون مش عاوزين نقولها يبو كام يعني يعني الأيام هي اللي هتحكم ما بيننا لكن عاوز أرجع لنقطة مهمة حضرتك قلتها إن مش كل الفلوس دي تبقى دخلانا لأن فيه شريك أكنابي معانا فيها لكن الأهم من هذه الصناعات وفي هذه المنطقة اللوجستية تحديدا الصناعات المكملة شايف مستقبلها ايه بالضبط أنا بقى عاوز أقول لحضرتك في الموضوع ده حاجة أهمة جدا لأن احنا بنتكلم دائما الصناعات بتقوم على مراحل يعني الأول بتعمل للصناع البنية التحتية والتي هي طبعا متعوفرة من ناحية النقل واللوجستيات في قناة السويس والمواني ومن ناحية الطرق والأنفاق وخلافه والقهرباء دلوقتي طب هنبتدي المشاريع بتاعتنا دي بإيه طاقة الرياح والطاقة الشمسية دول هيولدوا القهرباء الخضراء لهذه المشاريع صحيح هنبني على هذه الطاقة القهربائية هنبني عليها الأول مصانع الوقود الهيدروجيني الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء ودول الاتنين بيدخلوا في التصدير تقريبا 100% وعندنا مصنع أمونيا دلوقتي بالظبط وعندنا مصنع أمونيا قريدي خلاص هيصدر فاحنا بنتكلم كده على البنية التصديرية اللي تستغلها هذه الطاقة طب بعد كده ممكن الطاقة دي نستغلها في مشاريع أخرى طبعا احنا ممكن بقى نقلب المنطقة دي إلى منطقة تصنيع وده الهدف الرئيسي مش تصنيع بقى أمونيا ولا تصنيع وقود أخضر توطين صناعة خاصة المشروعات اللي احنا بنرجوها إن شاء الله نحلم بها نحلم بها صناعة السيارات واللي احنا تأخرنا فيها كثيرا لو حضرتك بتسألني على الصناعات المكملة أكتر صناعة لها تشعوبات في صناعات مكملة هي صناعة السيارات في العالم احنا كلينا مكان زمان في العربيات لغاية فترة يعني عربية طبعا بالمسي نحن ترجم نصر والعربيات والرمسيس الصغيرة والعربيات كان لنا مكان فيها ولكن الوضع اختلف لو دخلنا في مرحلة سيارات كهربائية احنا كده احنا بنتكلم كده بقى سماعتك في سيارات كهربائية احنا الكهرباء عندنا هتبقى مولدة من قهرباء خضراء صح أو طاقة خضراء ناقص بس ان احنا نوطن صناعة الطاقة او القاس في السيارات الكهربائية زي ما بتعمل مين حاليا دولة المغرب الشقيق المغرب ابتدت من 10 سنوات شركة مع الينوعة بصفر بين الينوصد سيتروين وبي واي دي السينية ابتدت من 10 سنوات أو 12 سنة بصفر بصفر حسة سوقية لصناعة السيارات الى حاليا صناعة السيارات في المغرب تمثل 20% من نتج المحل الإجمال هتصرف من فعلا مؤتمر المناخ ساعدنا ان احنا نلقي الدوء على مصطلحات احنا ما كناش بنسبالنا درجة او مش بنستخدمها كده في العادي فكرة الاقتمان الاخضر والاستثمار عن طريق بقى الضخ الاموال الخضراء على فكرة كلمة خضراء ممكن الناس تفهمها دولار بالزبط الناس كل حاجة عندها خضراء يا دولار فالفكرة نفسها والضخ والطريقة او للناس تتخيل بس انها مجرد ان حد يلبس ليبس اخضر عشان الزرع اخضر وكده لا هي خضراء بمعنى انها لا تستخدم وقود احفوري بالخص كلمة نظيفة ان انا مش هستخدم قادر الاستطاع بترول وغاز وطبعا فحل وعاوز اقول لحضرتك كمان ان البيئة مواتية جدا جدا ان احنا نتحول للوقود الاخضر مش عشان هو موضة لان فعلا في بعض الناس يقول لك دي موضة وهتروح لا هو فيه مشكلتين في موضوع اللي هو الوقود الاخفوري مشكلة انه له عمر افتراضي مش بس انه هو ملوث هو له مخزون الماء هيخلص في وقت من الاواد طبعا دي خطر جدا عدو الخليج وخطر على مصر ان مصر احتياطها من الغاز كبير هيقعد معنا ممكن عشرين تلاتين اربعين سنة ولكن احتياطنا من البترول مش كبير وبالتالي احنا بتستورد بعض المواد البترولية فبالنسبة لمصر دي مسألة ضرورية جدا وعاوز اقول لك حضرتك خطة وزارة الطاقة في مصر والبترول ان احنا المفروض نولد حوالي أربعين في المية من الطاقة في مصر في خلال عشر سنوات بالزبط من مصادر متجددة ليس طرفا وليس عشان نقول نحضر مؤتمرات وليس رفاهية وليس رفاهية عشان احنا هممكن ينضب عندنا الموارد فبدل من استورد يبقى عندنا موارد بخرة فحنا بنتكلم هنا على ضرورة طب ايه موضوع بقى التمويل الأخضر الفكرة بتاعت الآليات المبتقرة الشكل المختلف للمتقر هتمشي زي معظم الآليات هي آلات موجودة فعلا هي مديونيات او سندات لكن مثلا في حاجة اسمها السندات الخضراء يعني سندات خضراء هي تماثل السندات المطروحة عالميا هي أدات دين لكنها مخصصة للمشروعات الخضر فايدتها أقل بالزبط كده يعني فيه جهاد دلوقتي بتدعم من ناحية أسعار فايدة منخفضة هذه المشروعات مشروعات التحول الأحضر بالزبط كده الاستثمارات فيها دكتور أستاذ هند كبيرة يعني لازم لازم نبقى حاجة تقوم بها في الأول الدولة لجذب المستثمرين وبعد كده المستثمرين ييجوا ولا يقدر المستثمرين هما ليبتدوا لازم المستثمرين يبتدوا عشان استثمارات فيها ضخمة بالدولار يعني فيها مكون دولاري قوي يعني جزء اللي احنا ممكن نقوم به ان احنا هنوفر لهم الأراضي والبيئة التشريعية والبنية طبعا التحتها فيما يختص بالمواني لو حد عاوز يصدر أو يستورد حالي لكن المكون الدولاري لازم المستثمر الأجنبي سواء طبعا هيبى فيه رأس مال بمعنى فيه حقوق مساهمين هتدخل يعني فيه ناس هيبوء شرقاء مع الدولة والدولة على فكرة هتاخد حصة في هذه المشاريع يعني المشاريع دي في معظمة هتتم بالطريقة اللي بتتم فيها مشاريع البترول والغاز اللي احنا بنعملها في مصر اللي هو عندنا شريك أجنبي وشريك محلي ونتقاسم الأرباح فاحنا نوفر له الأرض وندخل معه بحصة وهو هجيب المكون الدلاري يجيب المصنع وينشئ معنا محطات الرياح والطاقة الشمسية ونتقاسم الأرباح طيب الكل بينظر للهيدروجين الأخضر كونه يعني أمر مستهل لكن الطاقة اللي نتجه منه هي كبيرة صح هل مصر قادرة على إنتاج هذا النوع وتصديره أيضا طبعا طبعا ما زيان بقول لحضرتك مصر عندها ميزة نسبية غير طبيعية يعني الدراسات اللي اتعاملت على توافق لكنه مكلف طبعا هيكون مكلف معشكي بقوله نحن محتاجين مكون أو شريك أجنبي يدخل معنا يمول ولكن عاوز أقول لحضرتك حاجة هذه الطاقة تكلفتها تنخفض أو انخفضت على مدار السنوات يعني مثلا الطاقة الشمسية حاليا هي عشر يعني تكلفة دي المميزات اللي حريك بتقول عليها اللي بتمتلكها مصر طبعا وخامنا عالميا حتى التكنولوجيا بتاعت الطاقة الشمسية كانت مكلفة جدا من عشر سنوات أول ما ابتدت أو أول ما بقيت مضا صحيح حاليا تكلفتها تعتبر عشر واحد من عشر من تكلفتها من عشر سنوات مثلا يعني مصر مثلا عندها هذه الميزة النسبي الفضيعة احنا منتكلم مصر فيها تلات تلاف ما يفوق تلات تلاف ساعة في السنة طاقة شمسية أو دق شمسي بمعنى قريبا السنة 365 يوم مصر عندها 3200-2300 ساعة شمس مع سعة فبالتالي نقدر نولد الطاقة عندنا مثلا سورة الرياح المطلوب عشان حضرتك تولد أقل حاجة تولد بها التوربينات 15 كم في الساعة ده موجود في مصر في عدة أدת أماكن خاصة عند خليج السويس وفي شرق مصر فبالتالي تكلفة الإنتاج عندنا مش هتقبل الارتفاع للناس متخيلة والتكنولوجيا نفسها تقدمت بحيث أن نحن نقدر نولد هذه الطاقة بأسعار منافسة للطاقة القديمة التي هي من الفحم والغاز للبترول. فكرة أن نحن نستغل الهايدروجين الأخضر في الفترة الجاية. ونحن نعرف أنه يظهر لنا من خلال فصل الماء بطريقة ماء أو بطريقة الكهرباء. التي تحصل. إذا نحن نقدر نولدها بسهولة. فكرة أن نعمل دايرة من المصادر النظيفة للطاقة. أن نحن نستخدم طاقة نظيفة في فصل موارد طبيعية لتوليد طاقة نظيفة أخرى. كل هذا يساعدنا أن نحن في الفترة القادمة نقدر نجذب مزيد من استثمارات بأشكال مختلفة وبأزواق مختلفة. اللي عايز يستثمر في كهرباء ييجي. اللي عايز يستثمر في مياه ييجي. اللي عايز يستثمر في هيرجين أخضر ييجي. اللي عايز يستثمر في حاجات مكملة أو تخدم على هذه الصناعات ييجي. بنقول تعالوا. عندنا بيئة خصبة تقدروا تتعاملوا فيها. عندنا قيمة مضافة في مصر من أول الرمال إلى الشمس إلى الرياح إلى الوقود الأمونيا إلى اليوريا إلى الطاقة القهربية التي تستعدن في كل الصناعات. فمصر مميز أنها عندها كل سلسلة القيمة المضافة من الصفر إلى النهاية. فبالتالي نقدر زي ما حضركم قلت. استكذب مستثمر أجنبي من أول الرملة حول هولي الإزاز إلى التوربينات أعمل هالي إلى الألواح الزغية أعمل هالي إلى الأمونيا إلى اليوريا إلى السيارات وخلافة. عارفين بقى أي مشكلة مصر الرئيسية حاليا وأعتقد ده هيبقى مجال استثمار آخر. المشكلة في الطاقة الخضراء أننا لازم نقسر المياه نقسر اللي هو ذرة المياه الـ H2O إلى الهايدروجين والأكسجين. المشكلة أن ده بيحتاج إلى مياه عذبة أكتر من مياه ملحة. وإن كان فيه تكنولوجيا لمعالجة المياه المياه ملحة. هتبقى مشكلة مصر الرئيسية في توافر المياه العذبة أو تحويل المياه الملحة إلى المياه عذبة. الكاست يعني الفلوس اللي حيحصل بها. فاعتقد كمان بقى المشروع اللي ممكن ينتج عنه بعد كده هو مشروعات تحلية المياه. تحلية المياه. اللي خاضت فيها مصر خطوات. ده كل اللي بقول لحضرك بقى ده استثمارات ضخمة ممكن تيجي برضو. فبالتالي مصر الـ S-Taple اللي جاية هو تحلية المياه سواء لتوفير المياه لمصر إن مصر عندها شرح مائي طبعا. كده كده بغض النظر عن موضوع السد أو خلافه. واستخدام المياه العذبة في مشروعات الطاقة الخضراء. فاعتقد الـ S-Taple اللي جاية هتقبع على موضوع المياه الملحة والعذبة وتحويلها إلى مياه عذبة. أفيد. في الحالة بنشكر حضرتك الأستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي على هذه المعلومات. وهذا الكم الهائل من تبسيط المعلومة. شكرا لجولك معنا في صفحة. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.